اشتركوا في القناة السلام عليكم سمعيني يا أولاد الصوت واضح السلام عليكم لو سمعيني يقولوا او حتى اكتبوا شات حد سامع الحمد لله ازيكم عاملين ايه اخباركم ايه كويسين الحمد لله هنبدأ انه هنضع الوحدة التالتة بمشيئة الرحمن النص بتاعنا اسمه سليمان و سليمان و الحمامة خلاص طيب هنبدأ نشرح وفي الآخر هنقيه هسيب لكم فرصة ان انتم يعني ايه عندكم سؤال اللي عايزين تستفسروا عن حاجة تمام النص اسمه سليمان والحمامة خلاص النص ده دراسة ياولاد الناس اللي هي بت يعني بتسأل على الدراسة والحفظ لأ نص سليمان والحمامة دراسة تمام طيب مش حفظ بس علينا شرحه معانيه مواطن الجمال وناخد عليه اسئلة مفيش ايه هو بس النص نفسه هو اللي مش حفظ خلاص طيب بس ممكن ناخد منه ابيات نستشهد بها في تعبير الامانة طيب اا اول حاجة احنا عندنا النص هنقرأه هنقرأه مع بعض تمام ونعرف مؤلف النص من حد يعرف أحمد شوقي في تهيال كلنا عارفين الشاعر أحمد شوقي الشاعر أحمد شوقي هو شاعر مصري معاصر ولد فيه القاهرة هو من أشهر شعراء العالم العربي كله في العصر الحديث مش بس في مصر تمام؟ طيب الشاعر أحمد شوقي ولد في القاهرة ولد عام 1868 شاعره يعتبر في قمة الشعر العربي في ذلك الوقت لذلك اتخذه الشعراء أميرا له ولقبوه بأمير الشعراء له العديد من الأعمال الشعرية الكثيرة جدا سواء نصوص أو مصرحيات طيب جمعها كلها في كتاب كبير اسمه الشوقيات اسم الكتاب اللي فيه أشعار الشاعر أحمد شوقي اسمه إيه؟ الشوقيات تمام؟ بس عنده كمان مصرحيات شعرية زي مين؟ احنا خدنا قبل كده الشاعر شاعر نص عشقناك يا مصر فاروق وجويدة كان عنده مصرحيات شعرية طيب من ضمنها مين؟ من ضمنها مصرحية دماء على سطار الكعبة برضو أحمد شوقي كان ليه كذا مصرحية أهمها مصرح كيلو بطرة أو منها أحمد مصرح كيلو بطرة توفي الشاعر أحمد شوقي عام 1932 ده معلومات عن الشاعر طيب؟ تعالوا بقى ناخد النص نفسه النص بتاعنا ينقسم إلى ثلاث فكر رئيسة إيه بقى الفكر الرئيسة المعاية؟ أول فكرة إخلاص الحمامة لسيدنا سليمان نقرأ إخلاص الحمامة لسيدنا سليمان كان ابن داود يقرب في مجالسه حمامة خدمته عمرا مثلما قد شاء صدقا واستقاما فمضت إلى عماله يوما تبلغهم سلامة والكتب تحت جناحها كتبت لها فيها الكرامة ده أول فكرة إخلاص الحمامة تحدث الأبيات عن إخلاص الحمامة الأربع أبيات الأولى طيب عندنا؟ الفكرة الثانية خيانة الحمامة فأرادت الحمقاء أن تعرف من رسائله مرامة عمدت لأولها وكان إلى خليفته برامة فرأته يأمر فيه عامله بتاج للحمامة ويقول وفوها الرعاية في الرحيل وفي الإقامة دي الفكرة رقم اتنين اللي هي الخيانة طيب آخر حاجة بعد الخيانة بعد ما فتحت الرسائل وخانت الأمانة ندمت ثالث فكرة الندم بعد الخيانة ويشير فيه الثاني بأن تعطى رياضاً في تهامة وأتت لثالثها ولم تستحي أن فضت ختامة فرأته يأمر أن تكون لها على الطير الزعامة فبكت لذاك تندماً هيهاتاً لا تجد الندمة الأبيات الأولى كان ابن داود يقرب في مجالس حمامة خدمته عمراً مثلما قد شاء صدقاً واستقامة ومضت إلى عماله يوماً تبلغهم سلامة والكتب تحت جناحها كتبت لها فيها الكرامة ابن داود من هو ابن داود؟ ابن داود هو سيدنا سليمان هو النبي ابن النبي سيدنا سليمان وقد خصه الله سبحانه وتعالى بنعم كثيرة وعطايا وفضل كبير منه أنه كان يعرف لغة الحيوان والطير فكان من ضمن من استعانى بهم في مملكته الكبيرة التي لحباها الله له فهو الملك ذو الملك الذي لا ينبغي لأحد بعده ملك عظيم كبير كما اغطلب من ضمن عماله كانت حمامة حد هيسألني ويقول لي يا أستاذة هي القصة دي قصة حيائية؟ لا هي في الغالب قصة خيالية تمام؟ طيب وبعدين القصة الخيالية دي احنا بناخدها عشان نتعلم منها حاجة هنتعلم منها الحفاظ على الأمانة وتبليغ الأمانة كما هي وعدم الخيانة طيب ابن داود زي متفقنا هو سيدنا سليمان كان يقرب في مجالسه الحمامة هذه الحمامة خدمت سيدنا سليمان عمر طويل سنوات طويلة وهي تخدم في أمانة وفي صدق تمام؟ إلى أن جاء هذا الحدث وطلب منها سيدنا سليمان أن تنضي إلى عماله إلى خلفائه في أماكن متعددة وتعطيهم وتبلغهم رسائل ثلاث رسائل فمضت إلى عماله يوما تبلغهم السلام من سيدنا سليمان وتعطي لهم هذه الرسائل كانت أمينة وكانت حافظة للأمانة والدليل على ذلك أنها كانت تحمل الكتب تحت جناحها وقد كتب السيدنا سليمان في هذه الرسائل حظا عظيما لها ومكافأة كبيرة لها ولكنها لم تصبر وخانت للأسف في نهاية خدمتها خانت الأمانة التي كلفت بها طيب تعالي أخباء المعاني كلمة يقرب يعني يدني والمضاد يبعد مجالسه ده جمع مجلس والمجلس هو المكان الذي يجتمع فيه الناس حمامة حمامة هي نوع من الطيور جمع الحمامة حدا هيقول لي حمام ماشي حمامات آه وكمان جمع جديد هناخده النهاردة اللي هو حمائم طيب عمرا يعني زمنا طويلا جمع العمر الأعمار شاء معناها أراد والمضاد أبى ورفض صدقا إخلاصا والمضاد الكذب والخداع استقامة اعتدال المضاد الانحراف والعوجاج كمان احنا ممكن نقول عليها ليه الطاعة إذا استقاما شيء فهو اعتدل إنما هنا المراد من معنى كلمة استقامة الطاعة فقد كانت تطيعه الحمامة طاعة مستقيمة معتدلة عماله اللي هم ولاته ونوابه تمام طيب والعمال جمع عامل تبلغهم توصل إليهم سلامه أي تحيته عندنا مضت يعني ذهبت والمضاد رحلت طيب مواطن الجمال بقى اللي موجودة عندي في هذه الأبياد مواطن الجمال إحنا متفقين إحنا بنحكي مع النص عشان نقدر حاضري حيبتي أنا هعلي سودي عشان نقدر إن إحنا نوصل لمواطن الجمال إحنا متفقين إحنا بنتذوق النص ونستخرج منه مواطن الجماد بإسلوبنا إحنا يعني حتة الحفظ اللي إحنا كنا متعودين عليها بنحفظ 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 لا تزوق إقرى النص وشوف اللي فيه ومنتفقين مع بعض إن إحنا بندور على أربع حاجات أساسية بندور إذا كان في النص في خيال هل يا طرى فيه هناك خيال حاجة مش بتحصل في الواقع يبقى هنا هنقول فيه تصوير تصوير جميل صور إيه بإيه طيب وبعدين بندور على الأساليب بتاعتنا لو لقينا توكيد لو لقينا كمان تضاد بندور ونشوف أو نبحث عن دلالات بعض العبارات أو الكلمات زي ما إحنا متفقين طيب نشوف في البيت الأول البيت الأول بيقول كان ابن دواد يقرب في مجالسه حمامة طيب هل فيه خيال لا هو مفروحش خيال ممكن إن إحنا نقرب أشخاص أو نقرب بعض الناس تمام أو حتى بعض من نستعين بهم أين كانوا فكان سيدنا سليمان يقرب من مجالس حكمه هذه الحمامة إيه ما مفروحش خيال هنقول بقى أن هذا التعبير يدل على يدل على المنزلة الكبيرة للحمامة عند سيدنا سليمان الدليل لأنها كانت قريبة منه في مجالس حكمه وهو الملك الملك الكبير ذو الملك العظيم طيب خدمته عمرا إحنا قبل من نمشي من البيت دو بنقول إن كلمة مجالس هنا أتت جامعة ما دلالة الجامعة متفقين مع بعض الجامعة عادة يدل على الكثرة كلمة مجالس يبقى مش مجلس واحد مش اجتماع واحد حضرته الحمامة مع سيدنا سليمان دي مجالس يبقى الجامعة هنا يدل على الكثرة طيب بعد كده خدمته عمرا مثلما قد شاء صدقا واستقامة في دلالات في خيال بنبوص ما فيش خيال يا أولاد هذه الحمامة العاملة لدى سيدنا سليمان كانت تخدم سيدنا سليمان بصدق واستقامة ما فيش خيال طب تعالوا نشوف الدلالات دلالة البيت كله بيوحي بأن هذه الحمامة استمرت فترة طويلة يبقى يدل على خدمة الحمامة فترة طويلة مما يؤكد صفات الحمامة الطيبة ومنها وأهمها في مجالس الحكم والأمراء الأمانة والصدق والاستقامة في العمل والاعتدال في العمل وعدم نعوجاج الملك بيبحث عن صفات معينة في من يقربهم في من يوليهم بعض الأعمال ومنها الصدق والأمانة والإيه والاعتدال طيب يبقى البيت كله يدل على طول الفترة مما يدل على حسن خلق الحمامة في هذه الفترة طيب بعد كده رقم البيت الثالث رقم ثلاثة فمضت إلى عماله يوما تبلغهم سلامة عندنا مضت وخدمته وشاء كل دي أفعال إيه أفعال ماضية متفقين مع بعض وإحنا بناخد أساس مواطني إزاي أستقرب مظاهر الجمال ومواطني الجمال لما نجد فعلا نشوفه فعل الأمر دايما بيأتي للنصح والإرشاد بيأتي مع الله للدعاء بيأتي من الله يأتي للوجوب والإلزام إذا كان فعل الأمر في الغالب بيكون لأغراض معينة إحنا عارفينها طيب بعد كده عندنا الفعل الماضي الفعل الماضي يدل على إيه يدل على الثبوت والتحقق يدل على الثبوت والإيه والتحقق يبقى خدمته عمرا مضت شاء كلها أفعال ماضية تدل على الثبات والتحقق كلمة بقى إن هو ييجي قبل فعل الأمر الحرف قد قد أو تأتي معها اللام لقد تفيد التوكيد على طول يبقى فعل ماضي قبل قد تفيد التأكيد يبقى هنا في أسلوب إيه أسلوب تأكيد أسلوب مؤكد بإيه بي قد طيب وبعدين عندنا صدقا واستقامة الجمع بين الصدق والاستقامة صفات مهمين جدا لأي إيه لأي عامل ماشي لأي مقرب من مجالس الحكم يبقى العطف معهم بين العطف والجمع بينهم يدل على تنوع صفات الحمامة الطيبة طيب البيت الأولاني سيدنا داود كان بيقربها البيت الثاني هو ليه كان بيقربها البيت الأولاني كان مقرب طيب ليه ايش معنا ايش معنا الحمامة ليه ما كانش مقرب مثلا طائر آخر ولا حيوان آخر أو عامل آخر يقربه له لأن هذه الحمامة صادقة ومعتدلة يبقى البيت الثاني علاقته بالأولاني أنه تعليل تعليل له طيب عنها باب الثالث بيقول لي فمضت إلى عماله كل دا بيدل أن خطوات ومسلسلة في الأحداث الأول الحمامة جميلة وصفتها جميلة فقربها سيدنا سليمان بعدين هي كانت بإيه عشان صفاتها حلوة هي تولت أمر مهم هي عشان صادقة عشان أمينة تولت أمر مهم جدا إيه هو أن تبلغ رسائل من الملك إلى بعض العمال إيه هي بقى الرسائل دي الله أعلم مفروض أن هي ما تفتحاش وتصون أمانتها ذهبت لمن يريد سيدنا سليمان أن يبلغهم هذه الرسائل ومضمونها بعد أن ألقت عليهم السلام المفروض تعطيهم الرسائل طيب فمضت إلى عمال هل تكاسلت وهي تذهب لهم لا ما تكسلتش أم الإيه لا هي مضت سريعا الفاء هنا للسرعة الفاء للسرعة فمضت إلى عماله تبلغه سلامة يوما ما في يوم من الأيام يوم من هنا نكرة لتفيد عدم التحديد طيب أعلاقة نكمل بقى مع بعض الفكر الفكرة التانية من الأبيات هناخد الفكرة التانية اللي احنا اتفقنا عليها إيه بقى الخيانة الفكرة التي تتحدث عن الخيانة في حد كاتب يا أولاد استنوا شوية نكمل مع بعض النص وبعضين وبعضين هنجاوب على أسئلتكم ماشي يلا نشوف الفكرة التانية الخيانة أربع أبيات أخرى تمام الأبيات التانية بتقول لي فأرادت الحمقاء أن تعرف من رسائله مرامة طب هو وصلها وصفها بالحمقاء ليه آه هي فعلا حمقاء ليه ليه هي غبية ليه هي حمقاء في هذا التصرف لأنها خانت الأمان وكانت سوف تكافأ مكافأة عظيمة فكيف لها أن تصل لهذه المنزلة بعد أن خانت الأمانة فأرادت الحمقاء أن تعرف من رسائله مرامة مرامة يعني قصده كانت عايزة تعرفه عايز عمدت لأولها وكان إلى خليفته برامة فرأته يأمر فيه عامله بتاج للحمامة ويقول وفوها الرعاية في الرحيل وفي الإقامة نشوف المعاني الحمقاء ضعيفة العقل ما عندهش عقل طيب تعرف يعني تدرك وتفهم مرامة قصده عمدت قصدت نوت قصدت توجهت خليفته اللي هو النائب نائبه رامة ده يولد ده مكان اسم مكان اسم مكان في البادية البادية الصحراء تمام طيب فيه صحراء شو في الجزيرة العربية يأمر يوصي ويكلف التاك هو ما يوضع على الرأس للزينة وفوها أدوها حقها الرعاية العناية والرحيل معناه الصفر ترك المكان أنا برحل الإقامة الاستقرار والدوام الحمقاء المضاد بتاعها إيه طالما هي ضعيفة عقل يبقى عكسها العاقلة جمع حمقاء حمقاوات زي سماء سماوات تمام طيب تعرف تدرك وتفهم المضاد تجهل مرامة قصدة تمام وعمدت المضاد أخطأت خليفته جمع الخليفة الخلائف أو الخلفاء يأمر المضاد ينتهي التاج جمع التاج التيجان وفوها ضعح قاوة يبقى عكسها يحرموها الرعاية المضاد بتاعها الإهمال الرحيل المضاد الإقامة الإقامة يبقى عكسها الرحيل يدول عكس بعض إذن هنا في مواطن مواطن الجمال طالما جمع بين البيت وبين إيه وبين بين الكلمة وبين مضاد تمام طيب تعالوا بقى نشوف مواطن الجمال في الأبيات فأراضة الحمقاء أنت عارف من رسائله مرامة يا ترى ما الجمال في هذا البيت متفقين مع بعض لقيت فيه على ماضي يبقى فيه ثبوت وتحقق اكتب له مضارع وسأد من أفعال المضارعة تمام لإيه بقى للتجدد والاستمرار واستحضار الصورة حتى فيه الأبيات اللي قبل كده استخدم فعلي مضارعين إيه هم يقرب تمام وتبلغهم يبقى أنا عندي يقرب تبلغهم وما تلا ذلك من الأفعال المضارعة في أي فكرة لإيه بقى للتجدد والاستمرار والاستحضار الصورة فأرادة الحمقاء أنت عارف من رسائل مرامة هنا إحنا مش 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 لقيني المعنى مباشر ده هو بيقول عن الحمامة أنها حمقاء هو مين اللي يبقى زكي ومين اللي يبقى ضعيف عقل ومين العقل في الكائنات الإنسان يبقى هنا فيه خيال هنقول إيه بقى هنقول تصوير جميل حيث صور هذه الحمامة وكان ضقيق في ذلك بأنها فتاة حمقاء أرادت بغبائها وضعف حق لها أن خانت الأمانة وأرادت أن تعرف ما فيها الرسائل من مضمون طيب كلمة الحمقاء بقى نفسها لها دلالة بتدل على إيه على ضعف حق لها سوء تصرفها جميل تعرف من رسائله مرامة هل الجملة كده مشية بنفس ترتبها الجملة جملة فعلية والفعل عايز له فاعل من اللي تعرف الحمامة الفاعل مستتر تقديره هي يعود على كلمة الحمقاء اللي هي الحمامة الحمقاء تعرف ماذا تعرف تعرف المرام يبقى المرام ده مفعول به بس هو ما جابش الفعل والفاعل المستتر بعده وبعد كده المفعول به على طول جاب في النص إيه جاب في النص يا أولاد جار ومجرور طالما فيه تقديم بقى جار ومجرور مفروض مكملات في الآخر يبقى هنا عندي أسلوب إيه أسلوب قصر زي ما اتفقنا عليه يبقى من أخدنا مع أول تحليل للنص إن عندنا من أسليب التوكيد التكرار ومن أسليب التوكيد إن أنا أجيب المعنى ونفس الكلمة أجيب لها أجيب معاها المعنى بتاعها المراضف من أسليب التوكيد كمان أسلوب القصر ما هو أسلوب القصر ده أسلوب القصر عندي باستخدمه كذا وسيلة من ضمنها ما استخدمه الشاعر هنا أنه قدم الجار والمجرور على المفعول به يبقى هنا فيه أسلوب قصر غرضوا إيه التوكيد مجملة أسليب التوكيد القصر أي بغرض التوكيد وكمان بقول غرضوا التوكيد والقصر طاني يبقى من رسائله أسلوب قصر يفيد التوكيد بتقديم الجار والإيه والمجرور على المفعول به مرامة اللي بعده عندنا وفوها البيت السادس عندنا عمدت لأولها هي بني آدم زي ما وصفناها وكأنها إنسان كأنها فتاة بالحمقاء هل هي تقصد وتذهب وتجيء وتقصد الأفعال مثل الإنسان وكأنها إنسان برضو يبقى هنا في خيال صور الحمامة بإنسان يقصد ما يفعله إيه بقى قصدت فتح الرسائل لمعرفة مضمونها يبقى عمدت لأولها وكان إلى خليفته برامة طيب فرأته يأمر فيه عامله بتاج للحمامة كلمة عامله نقصة ميم معلش يبقى هنا عامله بتاج للحمامة دعنا نشوف البيت ده في حاجة لا هو بيت عادي خالص يدل على تكريم الحمامة يبقى أول كرامة للحمامة أن تعطى التاج طيب تاني حاجة لبيت التامن ويقول وفوها الرعاية في الرحيل وفي الإقامة تاني تكريم له يبقى البيت ده دليل يدل على تكريم سيدنا سليمان للحمامة أيضا لأنه إدها إيه إدها حاجة نعم نعمة من عنده أو أنعم عليها بشيء من إيه من عنده اللي هو أمر عمالي في أي مكان تذهب إليه أن يوفوها الرعاية طيب عندنا كلمتين متضدتين الرحيل والإقامة يبقى فيه تضاد يبقى نقول التضاد قيمة التضاد عندي يوضح المعنى ويؤكده ويقويه زي ما إحنا حفظين وعارفين عندنا يا أولاد بقى الفكرة الثالثة آخر فكرة عندنا في النص الندم بعد الخيانة ندمت ولكن هل من الندم الآن من طائل لا يخسارة هي بتندم بعد فوات الأوان طب تعالوا نشوف الأبيات من أول بيت التاسع إلى الثاني عشر تعالوا شو بقى ويشير في الثاني بأن تعطى رياضا في تهامه وأتت لثالثة وأتت لثالثها ولم تستحي أن فضت ختامه فرأته يأمر أن تكون لها على الطير الزعامة فبكت لذاك تندما هيهاتا لا تجد الندم شوف المعاني كلمة يشير ينصح بيوصي بيؤمر بيأكد على أن الحمامة تنال هذه العطايا والمنح من سيدنا سليمان كلمة رياضا مفردها روضة إيه الروضة ده البستان حضيقة طيب تهامه هو اسم مكان يبقى إحنا عندينها رامة وتهامه اللي تنقسم إيه أماكن تهامه أرض الأرض دي أولاد موجودة على الشاطئ بين البحر البحر وبين جبال الحجاز واليمن كل الأرض الواسعة دي أرض كبيرة جدا بين في البداية اسمه الحجاز وبلاد اليمن كبيرة جدا كانت هتبقى من نصيب الحمامة أتت معنى أتت يعني قصدت وعمدت تمام تستحي معنى تستحي تغجل يبقى عكسها تجرؤ فضت كسرت وفكت عكسها أغلقت ختام ما يختم به يعني إيه يختم به يعني يغلق بنختم الرسالة إحنا بنلفها كده يا ولاد عارفين زي الأسطوانة وبعد كده نقفلها نقفل الرسالة صح هنقفلها بإيه نقفلها بمادة لسقة فالختام هو ما يختم به طيب جمع ختام ختم يبقى ختم ختمه ختمه طيب الزعامة الرئاسة تندماً تندماً اليرتياح بالقبول بردو طيب نخف بقى مواطن الجمال آخر الأبيات نشوف مواطن الجمال بردو هنبحث عن الأشياء اللي إحنا مفاتيح مواطن الجمال إحنا مندور عليها كلمة ويشير فعل مضار يبقى يدل على تجدد والاستمرار واستحضر الصورة وكذلك تعطى تعطى فعل مضار طيب يشير في الثاني بأن تعطى رياضاً في التهامة تعطى هي الحمامة هتأخذ وتعطي ويأخذ منها وتعطى إذن الحمامة هنا كأنها إنسان يبقى هنا في خيال طيب الخيال نقوله إيه نقول تصوير جميل حيث شبه الحمامة في صورة إنسان شخص يعطى تمام ماذا أعطيت أعطيت بساتين وحضائق جميل فين مكانها في تهامة يبقى كل ده يدل على تكريم سيدنا سليمان لي الحمامة طيب تمام سوين يا أولاد هو إن التفاصل خليكم معايا طيب هذا الجامع جامع يفيد جامع يفيد الكثرة طيب بعد ما قلنا دلالة الجامع دلالة الفعل المضارع هنقول إيه هنقول الفعل تعطى حاجة اسمها هذا الفعل جاء على صيغة اسمها المبني المجهود يعني إيه يعني أنا مش عايزة أقول الفاعل أو ممكن أكون معرفش الفاعل فبقول إيه أولاد بقول يكرم مثلا يعطى ما بقولش فلان يعطي فلان ما بجيبش الفاعل طيب يعطى فعل المبني المجهول أنا حزفت الفعل كنا خدنا النص اللي فات فيه حاجة اسمها الإجاز بالحزف هنا برضو نفس الكلام في إجاز بالإيه بالحزف تمام طيب يبقى هنا بنا الفعل المبني للمجهول لإيه بقى عشان خاطر إحنا عارفين مين اللي هتاخد يبقى للعلم بالفاعل تمام طيب يبقى دي حاجة جديدة اللي هو استخدام الفعل المبني المجهول هنشرحه بالتفصيل في درس نحو لاحق بإذن الله البيت العاشر وأتك لثالثها ولم تستحي أن قضت ختام لقينا الفعل الماضي أتت سبت وتحقق هي عملت كده بالفعل تأكيد إن هي عملت في كده فتحت حتى آخر واحد ولم تستح ما تكسفتش ما تكسفتش إن هي ها تنزع ها الإحكام عنه وتبدأ تقرأ هذه الرسالة الأخيرة والثالث طيب مواطن الجمال اللي فيها أتت لثالثي ولم تستح هي الحمامة هتستحي أو لا تستحي برضو تصوير تصوير للحمامة وكأنها إيه إنسان إنسان بيعمل إيه بقى بيستح طيب بس عندنا أسلوب يا أستاذة أيوة عندنا أسلوب الأسلوب دون إيه أسلوب نفي طيب النفي بيعمل إيه النفي ممكن يأكد تمام بس هنا ليه دلالة إيه هي بيدل على الوقاحة يدل على عدم الحياء وخيانة هذه الحمامة لأمانة سيدنا سليمان طيب بيت الحدواشر سيدنا سليمان أمر لها أن تكون إيه أن تكون لها على الطير الزعامة الله هو كده بقى مقدر لها كثيرا مكانة عظيمة لأنه أعطى لها وأعطى ثم أعطى ثالثا الزعامة آخر حاجة الزعامة قبل كده كان معطيها الرياض مش كده وقبل كده كان قال لهم أنتوا لازم تكرموها لعمالة وخلفائة آخر حاجة كان نولاها على الطير الزعامة تمام طيب أنت كن لها على الطير الزعامة بتابيد أقول لها على تقدير سيدنا سليمان للحمامة ورفعة منذلتها عند سيدنا سليمان عندنا بقى يا أولاد تعالوا نشوف التقديم والتأخذ زي ما احنا اتفقنا عندنا كلمة تكون فعل الناسق الناقص تكون طيب فين اسمه وفين خبره اسمه مش موجود عندي تكون هي ماشي طيب يبقى مستتر تكون إيه تكون لها على الطير الزعامة دي جملة إسمية فيها تقديم وتأخير إيه هو قدم الخبر شبه الجملة لها على الزعامة طيب وعلى الطير جت في النص ليه آه يبقى فيه تقديم وتأخير تاني يبقى هو قدم شبه جملة أتنين شبه جملة عندي مقدمين لها وعلى الطير ليه بقى ها ليه بقى زي ما اتفقنا دا أسلوب قصر زي ما شرحناه من شوية أسلوب قصر بتقديم شبه الجملة وهو الجار والمجرور على المبتدأ المبتدأ المؤخر الزعامة جميل طب لما فيه تقديم وتأخير هيعفدني في ايه أو فيه توكيد دي بأفادة توكيد بنقول أسلوب قصر أفادة توكيد والايه والقصر والحصر آخر بيت فبكت لذاك تندما هنا الحمامة تبكي نفس الكلام هنقول برضو هنا في خيال هي بكت وهي قصدت وهي بتعمل حاجات مثل البشر آخر حاجة بكت يبقى ده تصوير جميل كأن الحمامة إنسان يبكي ويندم طيب اللي بعده يوعي تنسي الفاء إزاي إيه حبيبتي طب ماشي تيجي نشرحها بس نكمل الآخر وهجاوب عليك حبيبتي ماشي مريم حاضر يا مريم هجاوب عليك في الآخر إزاي التقديم والتأخير هنا وتكوين وترتيب جملة الناسخ تكون لها على الطير الزعام ماشي طيب فبكت لذاك تندما هنا في خيال تصور الحمامة كأنها إنسان إنسان إيه بقى إنسان يعمل إيه الإنسان يبكي طيب لماذا يبكي ندمة وكأنها إنسان يندم هيهات هنا يعني بعضة كلمة هيهات دي تفيد البعد والاستحالة مش ممكن هتنفعك الندمة وتعود لك الزعامة وتعود لك يا عطايا سيدنا سليمان ماشي اوعي تنسي اوعي تنسوا يا ولاد البنين والبنات أن الأفعال المضارعة تفيد إيه بقى التجدد لصمرار وصح دار الصورة عندنا كمان لا تجديد أسلوبنا فيه ماشي مما يضيد في التأكيد على عدم نفع الندم في هذه الحالة بعد فوات الأوان وبعد خيانتك للأمانة كده النص بتاعنا خلص تعالوا بقى نشوف أسئلتكم في الأسئلة بتاعتك نبدأ بسؤال مريم اللي هي تكون لها على الطير الزعام من اللي تكون بقى اسم تكون هي طب فينه مستتر تمام مش موجودة عندي طب تكون ايه تكون لها على الطير الزعامة طيب لها على الطير الزعامة دي جملة اسمية أصلاً المفروض الزعامة لها مش لها فاكرين في الفصل تلاميذ التلاميذ في الفصل بنقدم بنقدم ايه الجار والمجرور على المبتدأ اذا كان الخبر عندي شبه ايه شبه جملة طيب لو كانش بجملة انا ممكن اقدمه على المبتدأ اللي عند اللي هو الزعامة فالزعامة له لا احنا قدمناه اذا هنا في تقديمه تأخير يبقى هنا في اسلوب ايه قاصر زي ما اتفعنا حقيبتي هو احنا ممكن نحفظ مواطن الجمال عادي بس احنا بنتدرب من اول السنة دي ان احنا زي ما بقول لكم كده في الفصل نحكي مع النص ونشوف مواطن الجمال بتاعته فين فين خيال في ايه دلالة ايه الكلمة دي ودلالة المضارع ايه دلالة الامر ايه وما الى ذلك حتى بيسأل ميس هو فصول القصة كلها علينا ايه حبيبتي التمانية احنا عندنا القصة تمن فصول كلها علينا حبيبتي احنا شرحنا اه حوالي اربع فصول هنكمل مع بعض ان شاء الله في فصل تلاتة وفي فصل شرحنا فيه اربع فصول ماشا حبيبتي تمام تمام يا ماريم حتى عنده سؤال نعم شكرا طيب يا حبيبتي تمام شكرا كده احنا خلصنا النص اوعو تنسوا بقى ان احنا في النص كله ككل اولا بعرف عنوان النص بعرف معنوات عن الشاعر نازم نعرف نشرح النص ازاي نطلع مع بعض مواطن الجمال ماشي مواطن الجمال انا مش لازم اقولها بالنص زي ما انا حافظها من كتاب معين او لا احنا بندور على حاجات مفاتيح مواطن الجمال بتاعتي الخيال او الاساليين بندور على الصداد بندور على دلالات بعض الجمع بعض الكلمات ماشي استخدام الجمع الايه استخدام الماضي الايه المضارع الايه وكل مرة بناخد حاجة جديدة بعض الكلمات بتقول لها الناكرات ايه زي مثلا كلمة رياضا جات ناكة طب جات ناكرة ليه رياضا جات ناكرة للتعظيم طيب وما الى ذلك ولا سيب عندي زي كان عندي اسلوب ام اسلوب ناهي اسلوب نهي اسلوب تعجب انا بطلعه معايا في مواطن الايه الجمال النص الازيز اللي كان بيسألني العفو حبيبي العفو يا احمد